معاشر المؤمنين قال رجل للإمام أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد صلوات الله عليهما أوصني قال عليه السلام وتقبل قال نعم قال توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون وصية إمامكم هذه لا تغفلوا عنها تضمنوا لأنفسكم النجاة من الهلكات وتلقون ربكم وهو عنكم راض